محاولتنا الأولى في نشر وباق جدر الأروض فشلت فإحنا قررنا نخترع قانون جديد نحلل فيه كل حاجة ونعمل خطط وسيناريو جديد من خلاله هنقدر نوصل للهدف ونحققه بكل سهولة بس عشان نعمل الموضوع ده فإحنا محتاجين دولة دولة يكون كل شيء فيها متاح ضد الفطرة الإنسانية في كل شيء وما عندهاش مانع أن هي تتعدى على الفطرة أصلا ونخلي الدولة دي هي مركز نشر الأفكار السمة مين الدولة اللي ممكن تعمل كده إبليس؟ مين الدولة اللي ممكن تعمل كده؟ بس خلاص لقيتها إحنا هنختار فرنسا طيب دلوقتي تعالوا كده مع بعض انجهز شنطنا عشان عندنا رحلة خطيرة جدا ومهمة لفرنسا في الحلقة اللي ظهر قدامك عشاشا دلوقت اتكلمنا عن جدر الأرود ولو ما شفتش الحلقة دي فأنصحك أن انت تروح تشوفها دلوقت دلوقت حالا لازم تروح تشوفها وإننا مرض وابا جدر الأرود بدأ ينتشر بسبب الاختلاط بين الحيوانات والبشر الأمهات هتحب الجزئية اللي جاية دي جدا الحيوانات دي يا ست الكل بالشرط تكون أرود الحيوان ده مثلا ممكن يكون قطة إيه ده يا مارو؟ يعني قطتي ممكن تكون فعلا حاملة للفيروس؟ أيوة طبعا لأ وكمان ممكن تنقلك العدوى ومسمع كلام ست الكل ومشي الزفتة دي من هنا يلا دلوقتي حالا وبعدين قد تعال أقول لك هنا انت مسمي قطتك مش مش ده منظر اسم يلا 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 روح ارمي الزفتة دي بعين أي خدمة ست الكل لكل الأمهات تشترك في القناة دلوقتي هرهوق عليكم أنا الفترة اللي جاية الفيروس بينتشر عن طريق التلامس المباشر بين الحيوانات والبشر أو بشر حامل للفيروس وبشر تاني فعشان نحقق المعادلة دي فلازم يكون فيه تلامس مباشر بين الحيوانات والبشر فازاي نقدر ان احنا نعمل ده وندمجهم مع بعض وهنا يا عزيزي يطلع لنا القانون عجيب غريب بيحلل الزواج بين الإنسان وبين الحيوان ما تقلقش أنا هفهمك دلوقتي كل حاجة بالتفصيل ولكن الأول كده تعالوا ناخد رحلة عميقة شوية في عقول هؤلاء الشياطين اللي كل هدفهم انهم ينشروا هذه الأفكار الخبيثة في المجتمع ويتلعبوا في الفترة السليمة أنا هنا طول الوقت بحاول اوصل لك فكرة ان هذه الأفكار بتتنشر في عقلك بشكل لواعي وعشان نزرع فكرة زي الزواج بين الحيوانات والبشر فكان لازم يكون في مجموعة من الممثلين او البشر لتمثيل هذه الفكرة الخبيثة مجموعة من النساء الجميلات ومجموعة من الرجال زي القيمة العالية سابقا يمشوا في الشارع على قديهم ورجليهم زي الكلاب يعيشوا حياة الكلاب ويتم تصويرهم وشغرطهم بشكل واسع جدا يطلعوا على جميع معاقع التواصل الاجتماعي الشهيرة يحكوا عن حياتهم وقدئهم ومرتحين في حياتهم الكلبوبية وازاي الشخص ما غني جدا بيمتلك السلطة والمال قرر ان هو يتزوج من واحدة منهم يتزوج منهم اللي هم مين انا بقصد الكلاب البشرية وبالتالي فكرة الزواج بين الحيوان والانسان اصبحت نوعا ما اقرب للواقع ومع الوقت تم تبديل هذا الانسان بحيوان ولكن بطريقة جدا خبيثة حاليا في مشاكل كتير جدا وحورات بين الانسان والحيوان في كل دول العالم الاوروبية فمن الطبيعة والمنطقي ان اي واحد فينا بيشوف فر في البيت فبيطلع يجري وراه بالمقاشة الا طبعا فئة تانية من الناس الفر هو اللي بيطلع يجري وراهم ودول ما لناش علاقة بيهم الفر بيجري وراك ولا انت اللي بتجري وراه جدا طلع قانون جديد في فرنسا بيجرم الاعتداء على الحيوان فباختصار كده لو قتلت فار هتخش النار القانون دلوقتي بيحمي كل الحيوانات وممنطقة تقرب منهم مهما حصل ودخل انا في الفترة الاخيرة نشوف رعب حقيقي في فرنسا ومواقف عجيبة ومضحقة مع الفقران تخيال معي يا صديقي فار حجمه نفس حجمه الطفل الصغير من شدة سقطه في نفسه بعد ما كانت الفقران هي اللي بتجري من البشر بقت الفقران هي اللي بتجري ورا البشر تعلم هيا دلوقتي كده اواريك مجموعة من المواقف العجيبة والغريبة اللي حصلت في فرنسا وخصوصا في الإلومبياد بيباري سوبرجي إيفلا العظيم ممكن تشوف وتسمع بكل سهولة صوت الفقران وأشكالهم وأحجمهم الضخمة أما الفيديو اللي جاي فهنشوفي فار بيأكل في محل جدا فخمي في فرنسا ولو كنت راجل يا صديقي بس سأقرب منه وده إحدى السياح وصل لباريس لكنه اتصادهم من المشهد اللي شافه الوضع مستفز لأبعد حد فرح الشعب لرئيسة بلدية باريس قالوا لها الحقيقة الفرن طلعت عين أهلنا فردت عليهم قالت لهم أفضل حل الغزو الفقران هو التعايش معها يعني بساطة جديدة كده في المجتمع اللي انت عايش فيه انت والفار سواسية وهو ده قانون دولتنا وخد المعلومة دي مني كده عشان تدرك خطورة الوضع في باريس بيعيش 2 مليون إنسان و5 مليون فار الفقران اللي كانت سبب فيه كرسى عالمية وهي الطعون الأسود وبعد كل ده بدأت الكرسى الحقيقية تبين والأهداف الأساسية بدأت تظهر وعرفنا لمن الأساس كانوا بيعملوا كل القوانين الغريبة دي الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي هو فيديو غريب جدا لفار ضخم بشكل بش طبيعي بشنب أبيض مسن هو اللي بيجري وراء البشر في باريس في القلوم بياد الناس كانت منزعجة جدا من الفقران الوضع كان جدا مريب خصوصا في سبقات كيامة الفقران بالمنظر ده ولو فضلت أجيب لك أمثلة من هنا للسنة الجاية عن هذا الموضوع بش هنخلص ولكن أعتقد أنه خلاص الفكرة وصلت طب يا ترى كل ده كان ليه وليه فرنسا بتعمل كده كل ده صديق العزيز من أجل تنفيذ خطط شيطانية عشان نوصل في النهاية إلى تقنين زواج الحيوانات بالبشر وبالفعل القانون ده في الوقت اللي أنا بكلمك فيه حاليا موجود في دول كتير من الدول اللي بتدعي الحريات زي النرويج مثلا في النرويج انت قادر على الزواج من جميع الحيوانات بشكل رسمي ولكن الخبر المحزن أن في بعض الأشياء غير مسموح ليك بالزواج بيها زي مثلا الحشرات والحيوانات البحرية والدواجن لا حول ولا قوة إلا بالله كله إلا الدواجن واحد كان عينه على حتة دين فرخة على سطح جرنة والامرأة تدخل القفص الزهبي لأنها صرحت بتصريح غريب جدا وقالت سأتزوج في الصيف القادم من رادولف رادولف هو كلب من فصيلة الدوبرمان وجدته بربرة من أكتر من عام كان تايا في الطرقات لكنها أخذته للبيت وربيته وتكون بينهم لحظات ومواقف عاطفية جدا حب يا صديقي من نوخص مش قادر أوصفه لك وقرروا في النهاية اللي هم هيتزوجهم بربرة لقت كلب في الشارع احتضنته واتجوزته هاو 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 يلا هاو 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 خلاص يا زيان تهوه بكل الأصوات شواء بربرة عنده صوتين فانت اختار اللي يعجبك بربرة بش هي النموذج الوحيد معنا بل إني هزدمك دلوقتي بأربع قصص أغرب من بعض للزواج بالحيوان أو بمعنى أصح الزواج بين البشر والحيوان في عام 2006 أعلنت امرأة هندية عن حبها لصعبان كان بيعيش بالقرب منها ومن شدة حبها ليه قررت أن هي تتزوج هذا الصعبان وفقا للتقوس الهندوسية حضر حفل الزواج بالفعل 200 شخص ولكن للأسف الشديد وقت الفرح هذا الصعبان ما حضرش وما قدروش أنهم يعصروا عليه ولكن منظم الحفل عشان يجبره بخطرها فقاموا بنحت الصعبان على شكل الصعبان اللي هي وقعت في حبه وبالفعل يا صديقي عمله فرح كبير جدا رجل ستاني بيدعاء تشارلس تومبي وجد نفسه في مواقف صعب جدا بعد انتهاء قانون محلي بيحرم إقامة أي علاقة تعاطفية خارج إطار الزواج والشخص اللي بيعمل كده أو بيدخل في أي علاقة بالنعدة مع أي امرأة بيتزواجها رغما عنهم تشارلس وقع في حب معزة مارس معها الرزيلة وعرف المسؤولين فأجبروا فعلا على الزواج منها وبالفعل يا صديقي دفع مهر غالي لملك هذه المعزة ولكن المعزة حرام ما قدرتش تستحمل اللي حصل فيها وماتت بعد سنة أكيد تشارلس طلع عينيها المفروض المعزة دي تعمل فيلم وتسميه حياة الأنس زي ما عملنا احنا حياة المعز يعني واحدة بواحدة وكده في عام 2014 قام أهل فتاة هندية بإكبرها من الزواج بكلب ظننا منهم بأن الزواج من هذا الكلب سيطرد الأرواح الشريرة من جسدها بالفعل تزواجت الفتاة من الكلب وفي حفل زفافهم حضر عدد كبير جدا من الناس هتقولي دلوقتي يا مارو دول تلت قصص بس فين القصة الرابعة القصة الرابعة يا صديقي وللأسف شديد هي قصتي أنا أيها صديقي زي ما انت سمعت كده أنا في يوم من الأيام ارتبطت بخنزيرة ما تستغربش والله زي ما بقولك كده ولا ولا قل بلاش بلاش خلاص عشان ما نظلمش الخنزير إنها هيات أخلاق برضو يا جماعة طيب سألتني دلوقتي وقلت لي يا ترى يا مارو ايه الهدف من كل اللي بيحصل ده الهدف يا صديقي ان كلها دي مخططات شيطانية من أجل تلعب بالفترة السليمة الشيطان على الأرض لأشخاص ومعاونين بيصلتهم لخدمته ولو بحثت كويس جدا ودورت في كلامي ده لأن الكلام اللي أنا بقوله كله فعلا موجود في الدين الشيطان توعد بإغواء البشر بكل الطرق الممكنة وعشان كده بكل الطرق بيحاول الوصول لأهدافه ولكن ما تخافوش مارو لديكم لخوف عليكم لو وصلت لنهاية فأنت أكيد كنت مستمتع أو استفدت له بمعلومة فهتصديك المقرر بيتفرج معك على الفيديو وقل لي مارو وصلت معك للنهاية عشان أعرفك شكرا يا صديق على وقتك الغالي والسمين خليك في أمال لحد ما شوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد والسلام